اشتركوا في القناة 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 بالرؤساء بالحكومات بالسطو بالسلطة ككل اشتركوا في القناة 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 طبعا الاسبوع هذا ما رح نحكي عنه رح نحكي عنه احنا في التوقعات اليومية بشكل مفصل والاسبوع الجاي رح نحكي عن اثار تنقلاته هاي اهم الاحداث خلينا نشوف ايش التوقعات بالنسبة لكل الابراج بالتفصيل زي ما انتم متعودين ونشوف في احداث ايجابية كثير معناته فيه كواكب كثير رح تكون سعيدة والاحداث اللي السلبية رح نذكرها ونركز عليها خلال هذا الاسبوع ايش خلينا نروح نشوف ايش توقعات لابرج الجدي طبعا اول اشي بنا نحكي عن البيت التاسع اللي هو اقوى اه شيء موجود عندك وخصوصا انه الشمس واطارد موجودات في البيت التاسع اللي بتعزز امور الها علاقة اما بالسفر او بالاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او تعامل مع اجانب او حتى على مستوى اوراق قانونية او معاملات او حتى قضايا قضائية ممكن انها تصير لمصلحتك بالفترة هاي فيه اشخاص هسا ممكن يقولك اي سفر ما احنا محجورين وكورونا وفيش سفر وهذا انا لما بحكي بحكي كتوقعات للكل فعشان هيك اللي بسافر واللي ما بسافر لازم اذكرها انا والفرص اللي بتصير ممكن تصير بدل السفر اتصالات مع اشخاص او راغبة بالسفر او مراسلات سفر او اقامة او اشياء لها علاقة بامور السفر طبعا بتكون تستغلوها هاي الفترة بشكل جيد على كل الامور اللي احنا ذكرناها اللي لها علاقة بالبيت التاسع حتى على مستوى الدراسة الجامعية وامتحانات الجامعية وحتى على مستوى الاوراق القانونية والمعاملات كلها لصالحكم بالفترة هاي بشكل كبير وبتدعم من وضعكم حتى بيتعاملكم مع الاجانب وفي منكو اشخاص ممكن يرتبطوا باشخاص اما من خلال مؤسسة التعليمية او حتى من خلال مراسلات او اشخاص اجانب اما بالنسبة للبيت السابع فهنا طبعا ننبه من الزهراء اللي موجودة في بيت الشراكة وهاي بتعمل يعني عرضة كبيرة لعلاقتهم ضعيفة لا انهم يدخلوا بفترة صعبة جدا اثناء تعاملهم مع شركاء المال او الازواج فالعرض العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بالفترة هاي وممكن تكبر الخلافات بشكل كبير ما بين المتزوجين فبدوهم ينتبهوا بشكل كبير الزهرة من المفروض انها ايجابية ولكن الزهرة بتعمل زاوية تربيع مع المريخ فعشان هيك بتعمل تطورات سلبية يعني العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بتكونوا حذرين جدا اما بالنسبة للمريخ نفسه وموجود في البيت الرابع فعشان هيك برضو بيأثر على مستوى البيت وعلاقتك في البيت وبجيب لك اعطال مشاكل عائلية خلافات عائلية خلافات مع افراد البيت مشاكل لها علاقة بالعقارات تسرع باصدار بعض القرارات التحكم بافراد العائلة يعني هاي كل ياتها برضو فيها نوع من انواع السلبية حتى استياء من احد افراد العائلة ممكن او خلاف عائلة معين طبعا كل شخص على حسب وضعه ممكن ينطبق عليه اي اشي من اللي احنا ذكرناه اما بالنسبة للجدي فالجدي هو بيتك الاول وبما انه عندك في نفس الجدي عندك ثلاث كواكب رئيسية بتتراجع المشتري وزحل وبلوتو ومشكلات زاوية التربيع برضو مع المريخ معناته النفسية عندك متقلبة عندك تسرع باصدار القرارات ردات فعل سلبي جدا ممكن تتخذ قرارات شوية تكون صعبة وتكون مش لصالحك بالفترة هاي اهمش انك تراجع حالك ما تتخذ قرارات بدون ما تدرسها بشكل كامل على اساس انها ما تنعكس بشكل سلبي عليك وبرضو حافظ على نفسيتك من التقلبات اما بالنسبة للبيت الثالث فعندك نبتون نبتون بيأثر عليك بالتنقلات او بعطيك اوهام يعني بيشككك بقدراتك فعشانك حاول انك يعني تكسر القاعدة هاي راجع الامور الاشياء اللي بتشوف انها هي بتدعمك بشكل قوي خصوصا عن مستوى امتحاناتك دراستك تنقلاتك حواراتك التسويق لبعض الاشياء حاول انك ما تخلي الاوهام تسيطر عليك ادرس الوضع بشكل جيد راجعه شوف شو مصلحتك فيه وانطلق باتجاهه عشان الامور تكون لصالحك وتكون نتائجه مضمونة او تكون نتائجه ايجابية اما بالنسبة لالاورانوس اورانوس موجود في بيتك الخامس وهو بتحكم بمسائل لها علاقة بالعاطفي فبما انه هو بتراجع فهي سلبية وبما انه موجود في الثور وبشكلش زوايا وهو ايجابي بطبيعته فممتزج فعشان هيك بتيجي الشغلات مفاجئة على المستوى العاطفي فبتسبب لك نوع من انواع الارتباك او الارباك في بعض المسائل العاطفية او علاقتك بالحبيب ممكن تتوتر من مسألة معينة او تقلق على وضع الحبيب او مشكلة او خلافة صير ما بينك وبين الحبيب بشكل مفاجئ فتتطور الامور وتصير مشكلة او اشي ما تقدر تسيطر عليه حاول انك تضبط عصابك قدر الامكان من الانفعالات وردات الفعل السلبية او تتطور مشكلة من لا شيء وبرضو هاي الها علاقة في الاحبة الها علاقة في الابناء الها علاقة في الوالدين اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود عندك بالجدي فعشان هيك ورح يستمر لغاية فجر يوم الاحد تبدأوا فترة ايجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجد جديد او تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات من اسرع فترات الشهر ادخل التنويع الى حياتك الشخصية هاي الفترة بتحملك نوع من انواع الانفراج وبرضو امور الها علاقة بالتسوية من فجر يوم الاحد القمر بصير موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بتصير في عندك فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من اي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على انجاز او تناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية نظم شونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الحوت حتى مساء يوم الخميس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع اخ او جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل ممكن تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة من مساء يوم الخميس القمر في الحمل حتى صباح يوم الاحد بترغبوا في ادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائلة بتحتاج لمساء المساء الخاصة والعائلية خصوصا لامور الهلاقة بالمناقشة ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض للمحاسبة وربما للتحديات والاستفزاز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء